المسلسل ده هو من أسوأ المسلسلات التي تعرضت على كارتون نتورك وهو مسلسل مرايقين التايتنز اللي اغلبنا تفرج ليحنا صغيرين ولكن ما كناش بناخد بالنا من كمية التلميحات القذر اللي كانت اخطنا في المسلسل ساعد اللي انا هارضلك النهاردة حرفيا هتضمر طفولتك لو انت كنت من ناس اللي بيتابعوهما صغيرين او يمكن حتى اخوك الصغير او ابنك بيتابعوه دلوقتي في البيت المشاهد انا هحاول اعرضها من الاقل للاعلى فحاول تكمل معاً للاخر يلا نبدأ بسم الله في واحدة من الحلقات بنشوف بلاك فاير اللي هي اخت ستار فاير بتيجى عندها وبتقعد معاها وبتحاول انها تحط لها ميكب بالمناسبة الاخت ديتها الاخت الشريرة وبعدها بتحط لها الميكب ستار فاير بيتحول لنفس شكل اختها وأسناء ما بلاك فاير بتحط لها الميكب بنشوفها وهو بتقلحها هدومها كلها حتا حتا قدام بقيت مرايقين التايتنز المشكلة ان بعدها بلاك فاير بتخطف ستار فاير وبتنتحل شخصيتها وبتفضل هي اللي موجودة في البرج وفي واحد من اكتر المشاهد الغريبة اللي انا شفتها في حياتي بلاك فاير بتخش عروبن وعمال بيتمرن بالضمبل والكاميرا كل تركزها في المشهد ده عالمؤخرة بتاعت روبن وبيتمرن بلاك فاير كتوقفة معجبة جدا بيها لأ وروبن عمال بيستعرضها عشان يورينا قديه تماريل السكوات اللي هو بيلعبها بالجيب نتيجة مشهد حرفيان قمة في القزارة ان هما ياردول اطفال صغيرين كنت في الجزء اللي فات عرضتلك المشهد اللي روبن بيخش فيه الحمامة على ريفن وهي بتستحمى وبعدين بيسرق الهدوم بتاعتها في الحلقة دي يعني الفكرة بتاعتها ان هما كانوا شكين ريفن جسمها وحش عشان كده يعطول مدرية وبعد ما سرق الهدوم بتاعتها في الحلقة ريفن بتطلع لهم وهي عريانا خالص وهم باب ينبهروا من قديه جمال في خدها وجمال رجليها وده مشهد انا فعلا مفهمتوش الحلقة بالكامل فكرتها غريبة انك تعلم الطفل الصغير ولا يبص على حد بيستحمى او حد عاليان على مدار مسلسل مرايقون التايتنز احنا عرفنا ان روبن من كتر التلميحات اللي بيعملها ان هو بيكراش على ستار فاير لكن بقى في حلقة من الحلقات الموضوع اخد منحنة تاني بنشوف روبن وهو واقف مع ستار فاير عمين بيتكلمه وبعدين بتوريه صورة الملسق او اعلان موجود عليه ميو بيكيني وبعدين بتقوله ان هي اشتريته من الانترنت مش دي المشكلة مش كا انها بتقول لربن استنى وبتخش في الحتة اللي بيغيره في الهدوم وبتقلع وبتلبس البيكيني قدامه انسا مش هارض مشاهد طبعا وبعدها بقى بتقول لربن تعالى عشان يدهلها بالواقع بتاع الشمس على جسمها كله في نفس اللحظة بنشوف روبن ويركز هنا مجرد ما بتقوله الكلمة دي شعر راسه بيقف القصد مفهوم وهو ان هو حصل له استصارة في بقى واحدة من الحلقات اللي كان فيها احاق غريب جدا اكوة من بيطلع لهم من البحر وبعدين بعد ما بيعمل معهم شوية احداث يعني بيكون بيسمي نفسه القرصان وبيبتري ان هو بقى يشوف نفسه عليهم بيتعامل اكتر مع ريفن وبيحاول ان هو يعني زي بيقوله جيبها سكة وبياخدها وبيطلعه في ديت او موعد غرامي المشكلة ان ريفن بعد ما بترجع من موعد الغرامي وبتوقف شوية تتكلم مع سايبورج بيقولها ايه بقى عملك ايه هل وراكي وركز في دي مؤخرة القرصان بتاعته المشكلة ان ريفن مردتش عليه كل اللي عملته ان هي عملت الاموشن اللي قدامك ده والشهة ظهر عليهم من انواع الخجل وفي نفس الوقت هي مبسوطة فانا هنا عايز اعرف هو ايه اللي وراه لها بالزبط عشان تبقى مبسوطة بالمنظر ده في واحدة من حلات مراكونة تايتنز اللي ريفن فيها بتاخد الهدوم ونص انسان آلي فراسه ممكن انها تنجل وحدها لان فيها العقل وريفن لما اخرت منه الجسم فهو بقى محتاج جسم جديد فدخل الخزانة بتاعته هو عنده مجموعة اجسام فبدأ ان هو يعدي في الاجسام واحد ورا التاني واحنا عمليم بنشوف فيهم واحد ورا التاني لحد ما وصل وراك كزينا بقى لجسم انسان آلي على شكل بين لونها بامبي ووقفة ووقفة مسيرة شوية اللي انا عايز افهمه انت لي تخلي واحد زي سايبورج عنده جسم شبه ده الا لو هو كان بيستعمله في غرض ما الاصد من الحلقة لو انت ما فهمتش هو انهم بيروجوا للمتحولين زي ما احنا شوفنا كده القرف اللي عملو في الانبياد باريس وان هم جايبين شخص متحول ومطلعيهن على ان هو شيء عادي ان الولد بقى ينفع يبقى بيته والبت ينفع يتبقى ولد تخيل ان هم بيحطوا الكلام ده في مستوى الاطفال كلنا تفرجنا عليه تقريبا وحنا صغارين وده كان الجزء الثاني من اقزر واسوأ مشاهد موجودة في مراهقون التايتنز ولو عايزين جزء ثالث اكتبولي في الكومنتات ولو حد عنده مشاهد انا مذكرتاش يكتبها لي برضو في الكومنت خليكوا جادعين وشدوا حلكوا معاه شوية شاحنا الحمدلله قربنا على المليون مشترك مليون اخ واختة جماعة رقم رقم فظيعة جماعة كما حلسه ما احتفلناش بالدرع بتاع مليون التيك توك ولكن ده سيبوا الوقت ما تنسوش هالينا في غزة وفي السودان من الدعا بتاعك كان معاكم محمود زايد سلام في واحدة من الحلقات اللي المراهقين بيقعوا فيها في مشكلة كبيرة وبتظهر واحدة من الشخصيات اللي اسمعها طارة طارة دي كتت موجودة في المسلسل الاصلي لو انت متفردش عليها بنت كلا لون شعرها اصفر والمفترض ان هي خبيرة في امور التكنولوجيا وما الى ذلك المهم ان بيست بوي على مدار الحلقات بتاعت المسلسل كان بيحاول يلمح لريفن ان هو بيحبها لكن اعتبره كان حب من طرف واحد زي الحب بتاعك كده ريفن كانت كرفاله ومش منديله اي وش فقرق ان هو عشان يغزها ويخليها تغير شوية ان هو هيروح لطارة ويحاول ان هو يرتبط بيها بشكل ما بدأ يعرض عليها هدايا ويغلس عليها ولكن البيت برضو كانت كرفاله ولكن بيست بوي ما توقفش عند كده وشوف بقى المصيبة بدأ ان هو يحاول يتحرش بيها الموضوع وصل ان هو في الصور اللي عرضها قدامك دي لما كان متصورها معاها كان حاطت ايده في اماكن ما ينفعش ان هو يحط ايده فيها وطبعا مش محتاج يقولك حاجة شبه كده ممكن تأثر على تفل صغيرة دي انك تعلمه ان يلمس اماكن حساسة سايبورج يقدر ان هو يعيش من غير جسم ولكنه عبارة عن راس بس وده اللي انا فاهمتولك قبل كده في الحلقات اللي فاتت في واحدة من الحلقات جسمه ما كانش موجود فاضطر روبين ان هو ياخد الراس بتاعته ويوصلها بالبورج بتاعهم اللي هو مصنوع كله تعريبا من التكنولوجيا وهنا بقى سايبورج بقى عنده اكسس لكل حتة وكل مكان في البرج بقادر ان هو يرقب كل الموجودين واللي بيعملوه الموضوع وصل بان هو بيتجس عليهم في قواضهم وهم طبعا بيقلعوا او بيناموا او غيروا والمصيبة الاكتر في المشهد اللي قدامك ده لما روبين كعمال بيستحمى ومبسوط على الاخر وفجأة بيلاقي سايبورج طلع له وعمال بيبص عليه لأ وكمان قال له خلي بالك انت فيه حتة فوتها وانت بتستحمى وده كان مشهد غريبة ما فينتلوش تفسير حتى الان والموضوع ما كانش كوميدي اطلاقا بقى فواحدة من الحلقات كانوا مجمعين كل الحاجات اللي بتدايق ريفن من اول بقى ركوب العربية اللي مزيم معاهم او حتى القطط او اسمع بقى اللي جاي ده هو انها بتفتح الباب بتعودتها وبنشوف شموع على الارض وسرير وبيست بوي قاعد هو عريان ومش لابس غير كلوت بسة على جسمه عشان كده دائما بنبه ان الفيديوهات بتاعتي زائد 18 فياريت ما نتفرجش لو انت اقل من كده لان الاصد في المشهد ده انه هو مستنيه عشان يقيم معاها ولا عازه بالله علاقة في واحد من المشاهد المرعبة في اختصى مراهقين التايتنز اللي كانت الرسوم بتاعته حرفيا تخوف كلها عارفين ان مراهقين التايتنز الاصليين كان مسلسل جدي بيتكلم عن محاربة الجريمة زيه زي فرقة العدالة سوبرمان وباتمان وغيره والناس بتكره مراهقين التايتنز بسبب ان هو شال الطابع الجدي من المسلسل وحولوا حرفيا اللي مصخرة زي ما انت شايف فقرروا انهم بقى في الحلقة دي استجابتها لقراء الناس انهم هيعملوا حلقة بجد وهنا بدأوا يضغطوا على جسمهم لحد ما حولوا شوشهم للاشكال المرعبة اللي قدامك دي اللي هي بعيدة كل البعد حتى عن الرسوم الاصلية بتاعت المسلسل اللي مفترض انها كانت بجد في حلقة ستارفاير ماشيت فيها وسبت لهم البرج وسبت معهم الحيوان الاليف بتاعها اللي اسمها سلكي ويعبارها عن دودة كبيرة عشان هم ياخدوا بالهم ويرعوها ولكن بمجرد ما يسابتها ومشيت روبين بيشوفه بيخش قدتها زي ما قلتلك ان هو بيكراش عليها وابترى ان هو يرسم ويشابط في كل حتة يدور في حاجتها لا وكمان اخد المذكرات بتاعها وحطها جوه الاندر بتاعه التصرف ده طبعا تصرف اباحي والمقصود منه واضح جدا وبنشوف في نفس الحلقة كمان مشهد للدودة وهي ميتة واشبه ما تكون بالموميا وفيسر صار بيطلع من بقها مشهد حرفيا كان مرعب ده بقنا بعتبره اكتر مشهد مسير للجدل ومرعب في مراقنة تايتنز كله المشهد اللي ظهرت فيه جامعة وتمثيل للمسيخ الدجال بتبدأ الحلقة وحنا بنشوف مراقنة تايتنز بيحفروا كأنهم بيدوروا على شيء وأثناء ما هم بيدوروا روبين فجأة بيلاقوا الدامه الهرم المسوني المشهور وبنسمع واحد منهم بيقول في الخلفية المتنورين ولو انت متعرفش في جامعة المتنورين كتير زي المتنورين البناءون الأحرار وغيره وبنشوف بعدها كهف مليان بقى بالرسومات والنقوش والخزف المزخرف واللي مرسوم عليه كل النظريات المؤامرة اللي هم نوين ينفذوها على كوكب الأرض بعدين بنشوف كائن ضخم مرعب بيظهر لهم رأسه رأس مسلسة شبه الهرم وفيها عين وحدة ركز في موضوع العين الوحدة الكائن ده بيظهر وبيقول لهم أنا نومينو زعيم المتنورين في العالم وبيبص لهم وبيقول لهم لن يكون من الصعب إدخالكم دمن خطتنا وبعدين بيشاور على الحيطة على رسمة أشبه ما تكون برسمة الدولار المقصود هنا ان بالفلوس بيقدروا ان هم يسيطروا على الإعلام البرامج التلفزيونية وحتى برامج الأطفال والحلقة دي كانت مليانة رسائل زي مثلا الكلام على الفضائيين أو طلوع الأمر ومخططات تانية هم كانوا نخبينها عن العالم وده نحاول نتكلم عنه في الحلقات الجاية وبرضو عايز أعرف أراءكم في الكومنتات ولو في أي حاجة فاتتني قولولي عليها وقالت منشوروا اللايك والفولو وتنشروا المقطع عشان نوعي أكبر قدر من الناس وقالت من ننساش أهلينا في السودان وغزة من الدعا بتاعنا كان معكم أحمود زايد سلام اشتركوا في القناة